شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية ومشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية كما وافق مجلس النواب على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول المبرمة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقدت جلسة جديدة لمجلس النواب تناولت عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وخلال الجلسة تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 إذن الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده موافق السادة الأعضاء الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا يتفضل برفع يده موافق حيث إنه قد توفرت الأغلبية اللازمة للموافقة على هذا المشروع بقانون لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا وشهدت الجلسة الموافقة النهائية من المجلس على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 كما وافق المجلس نهائيا على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا يا رئيس الفرصة كبيرة والبنك بيشتغل والصندوق ده هيشتغل باحترافية من خلال التلت شركات وأهمهم شركة إدارة الاستثمارات اللي هي بتستقط بالفرص التمويلية واللي بتشتغل على المشروعات الصغيرة وتوطين الصناعة بس قبل ما نقول مبروك لمصر إن هي دخلت عضوية بنك زي ده محتاجين يكون داخل مصر في الأساس عشان نحسن استغلال عضويتنا في هذا الصندوق استراتيجية وطنية ممنهجة أنا بوافق لماذا؟ لأنه بيتوافق مع توجه الدولة الحالي والمستقبلي النسبة لي أولا إفساح المجال للقطاع الخاص يلعب دور متزايد في النشاط الاقتصادي ده نمرة واحدة اتنين مزيد من الانتاج وخلال الجلسة تمت الموافقة النهائية على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا وقد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب مع تأجيل عقاد الجلسة المقبلة لمواد غير محدد سيتم اختار الأعضاء به في حينه اشتركوا في القناة